تلاسل في العلن ومحادثات في السر بين واشنطن وطهران حول البحر الأحمر صحيفة فينانشل تايمز كشفت عن محادثات تحتضنها سلطنة عمان تحاول فيها واشنطن إقناع طهران بالضغط على الحسيين لخفض التصعيد ووفقا للصحيفة فإن المحادثات ناقشة تحتواء التصعيد في البحر الأحمر عبر القنوات الديبلوماسية أو الردع العسكري تجاه الجماعة التي تدعمها إيران على صعيد آخر ناقشت المحادثات مخاوف كبار المسؤولين في البلاد المتحدة من توسع إيران في برنامجها النووية من جهتها نقلت وكالة إيرنا الرسمية في إيران عن مصدر رفيع المستوى قوله أن طهران لم تجري أي محادثات مباشرة مع واشنطن بشأن تطورات في البحر الأحمر وأضاف المصدر أن تبادل الرسائل والحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن اقتصر على رفع العقوبات والاتفاق النووية ترجمة نانسي قنقر